بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلاة وسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أسعد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله نتحدث في هذه الجلسة عن تحسين الوعي الذاتي لذوي الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه استكمالا للجلسة السابقة وهذه الجلسة مكونة من جلستين فقط أو هذه السلسلة عبارة عن جزئين نتحدث فيها عن تحسين الوعي والإدراك واستعاب المواقف والسلوكيات التي تصدر منهم ومدى صوابها ومدى خطائها عبر جعلها تقريبا مرئية مشاهدة أمامهم هذه هي باختصار أو هذا هو باختصار معنى هذه الجلسات التي نقوم بشرحها وعرضها ونبدأ بتفصيلها عبر هذه الشرائح إذن استكمالا لها تحسين الوعي الذاتي عن بعض الأساليب والأدوات الأطفال والمراهقون الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه يمكننا أن نستخدم إشارات رمزية غير لفظية ليتوقفوا عن أعمالهم الحالية ويراقبوا ذاتهم يمكنك القيام بذلك عن طريق إخبار المراهق مسبقا أنه عندما يرى تلك الإشارة يتعين عليه إجراء تقييم ذاتي لما يفعله والعودة إلى العمل أو العودة إلى اتباع تعليمات معينة أو مجرد الهدوء واستعادة السيطرة على سلوكه دائما ربما أستطيع الإشارة لهؤلاء الأطفال عندما يقومون بسلوكيات خاطئة ربما لا أقوم بتوجيهات لفظية ولكن هناك رموز ربما إشارات يشاهدها الطفل يعلم أنه في هذه الحالة في خطأ معين هناك خلل معين يجب عليك الانتباه له عندما تكون عندما تشاهد هذه الإشارة هذا الرمز أوجه هذا الطفل أنه ربما أسأل يعني أوقف شوي أسأل نفسك وش الخلل اللي أنا فيه وش الخطأ اللي أنا فيه أجعله يعني لديه إحساس أكبر وأكثر لوعيه بذاته والموقف الذي هو فيه على سبيل المثال يمكنك أن تخبر الطالب أنه عندما أسقط مشبك الورق على مكتبك فهذا ليس حادثا إنما يتعين عليك أن تبدأ بتقييم ذاتك السيطرة على سلوكك أو الانتباه للمعلم هذه على سبيل المثال طريقة بسيطة للمشبك الورق الاعتيادي عندما أقوم بوضعه على طاولتك يا طالب مثلا على سبيل المثال منصور عندي في الفصل الدراسي عندما أضع هذا المشبك أو أقوم بإسقاطي على طاولتك هذا ليس فعلا يعني بالغلط مريت من عندك وطاح المشبك أو مشبك الورق أقوم بتعريم هذا الطفل ربما ورقة صغيرة من ورق مقوة حمراء أقوم بوضعها على طاولة هذا الطفل كذلك في الأخير هذه الإشارة الرمزية وغير اللفظية تقول للطفل انتبه رجع ركز مع المعلم انتبه لنفسك شوف ما هو السلوك الخاطئ ربما أطلب منه إذا شفت هذه الورقة يعني اسأل نفسك طبعا ما تقوله بالفصيح كذا يعني ما يستوعبه وما هو هذا السلوك الخاطئ الذي أقوم به بالطريقة التي يفهمها أو باللهجة التي يفهمها ويعقلها هذا الطفل أو المراهق من ذوي فرط الحركة وتشتت انتباه ولكن الأفضل يعني أن نوجه كلام بهذه العبارات الواضحة ليفهمها الجميع وكل من يشاهدنا ثم أتعامل مع هذا الطفل بما يتناسب مع قدراتها العقلية واللغوية يسأل نفسه ما هو السلوك الخاطئ الذي يقوم به الآن وأن عليه استعادة انتباهه ووعيه للمهم المطلوبة منه أو الانتباه لما يقوله المعلم كذلك هذه الطريقة جميلة جدا بأن لا أجعل هذا الطفل وبقية الأطفال الآخرين هو يشعر باهتزاز بالثقة بسبب اللوم المتكرر مثلا منصور منصور ركز معنا منصور وراك ما ركز منصور خلك في الكتاب منصور اسمعني واش يقول لا يكون الطلب الآخرين ينتبهون أن دائما لللوم العتاب موجه إلى منصور تقل ثقة منصور كذلك بنفسه الطلبة كذلك ربما هناك طلبة آخرين يقومون ببعض التصرفات ولكن لا أقوم بتوجيه نفس التوجيهات والنصائح ربما يرون معاملة خاصة أو انتباه خاص كذلك لمنصور أنا أكتفي بهذه الإشارات الرمزية لأتجنب جميع هذه المشاكل إذن هي ستساعدني كثيرا في جعل هذا الطفل يدرك وعيه وكذلك ستوجد لدي الكثير من الإيجابيات في تطبيقها وتجنب العديد من المشاكل مع الطلب الآخرين ومع الطالب نفسه وثقته بنفسه كذلك استخدم المؤقت أو المنبه على فترات يحددها المعلم كل دقيقة مثلاً واجعله قريباً من الطالب لتنبه الطفل وتذكيره بمراقبة ذاته ماذا تفعل الآن؟ أول انتباه للمهمة الموكلة إليه من قبل المعلم مهم جداً دائماً أن أقوم بوضع مؤقت لشد انتباه الطفل لكل فترة بمعنى كل دقيقة أجعل هذا المنبه يقوم إما عبر الساعة مثلاً في يدك كل دقيقة تقوم بالإهتزاز عند الإهتزاز مثلاً يا منصور انتبه يعني أو خلك مركز الحين من المعلم أو عندك هواجيس في شيء ثاني أو جعلها كل ثلاث دقائق كل أربع دقائق أي كان الوقت الذي تقوم به بالإهتزاز أو استر صوت خفيف جداً لا يسمعه مثلاً إلا الطفل طبعاً الأفضل الإهتزاز سيكون واضح له ويقوم باستعادة تركيزية عندما يستمع لهذا الاهتزاز أو هذا التنبيه هي ماذا تفعل الآن هل أنت تقوم بالمهمة الموكلة إليك أو سارح في عالم آخر هذا هو المقصود بهذا التنبيه وهذه الإشارة ربما حتى توجد أنا سمعت عن هذه ولكن لم أشاهدها أمامي ولكن بالتأكيد هي موجودة ولكن ربما توجد بعض المؤقتات التي تضبط بهذه الطريقة أنها تقوم بجهاز مخصص للقيام بهذه الساعة الموقتة أنها تقوم بالاهتزاز كل دقيقة أو كل دقيقتين على حسب ما تضبطها تقوم بالاهتزاز يختلف عن المنبه بمعنى لا أقوم بوضع منبه كل دقيقتين كل دقيقتين ساعة خمس دقيقة خمس دقيقتين خمس ثلاث دقائق أو خمس خمس عشر خمس عشرين خمس وربع يقوم بالاهتزاز فيها بالتأكيد هذا المنبه بطريقة الاعتيادية ولكن أظن أنا سمعت عن جهاز يوجد ولكن لا أدري عن تواجده لدينا هنا أو عدم تواجده نقوم بضبطه على كل خمس دقائق يقوم بالاهتزاز ثم بعد الاهتزاز يوجه الطفل هذه الأسئلة لنفسه أنه هل هو يقوم بالاستماع للمعلم أو في عالم آخر في الحالات الأكثر شدة من اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه يمكنك أنت أو المرشد أو الأخصاء النفسي في المدرسة التفكير في تسجيل فيديو للطفل خلال المشكلة في فترة الحصة الدراسية بعد التواصل مع ولي أمره بعد ذلك في وقت لاحق من ذلك اليوم وخلال فترة زمانية محددة يمكن للطالب مراجعة التسجيل معك أو مع المرشد الطلابي وإيقاف الفيديو بشكل دوري لمناقشة سلوك الطفل وما إذا كان ما قام به صحيح وغير صحيح إيقاف الفيديو بشكل دوري يعني إيقاف الفيديو بشكل متكرر عند كل سلوك خاطئ يعني كل سلوك خاطئ أقوم بإيقافه هذه الطريقة من المهم جداً ليجعل هذا الطفل يعي وبدل ما أوجهه منصورة قل له قمت بهذا السلوك قل له أستاذ الله ما سويت أستاذ الله ما فعلت أنا ما سويت كذا أقوم بتصوير لتجنب وكذلك لزيادة وعيه ربما هو الطفل لا يقوم بهذه التوجيهات ولكن لا يدرك أنه قام بهذه الأخطاء فأقوم بتصوير هذا المقطع الفيديو وبعد ذلك أستعرض الأخطاء الذي قام بها داخل الصف وأقوم بمعالجتها وبيعان ما هي الخطأ ما هو الخطأ أو المشكلة الذي وقعت به من المهم جداً كذلك أن تطبيق هذه الطريقة العودة والتأكد من إدارة المدرسة وكذلك من ولي عمر الطفل والذي لديه فرط حركة وتشدد الانتباه ثم بعد ذلك ناقش ما يمكن أن يفعله الطفل بطريقة مختلفة إذا حدثت المشكلة مرة أخرى أوصي بإقران هذه الطريقة بنظام مكافآت كنظام الاقتصاد الرمزي لمكافآة الطالب عن كل فترة تراجع فيها الفيديو وتناقشه معه وعن كل تحسين يقوم به الطالب في سلوكه أثناء وجوده في الفصل إذا لم تجدي نفع عن هذه الطريقة وقمنا باستعراض الفيديو مع الطالب وعض السلوكيات ولم تجدي نفع بالتأكيد دائماً نتحدث عن الأفضل وضع جدوى المكافآت وعند مناقشة الطفل عن هذه السلوكيات قام بتجنبها عندما نقوم بالتصوير مرة أخرى نشير إلى هذه المقاطع وأنه في هذه المرة على سبيل المثال لم يقم بالإجابة على سؤال المعلم بدون رفع يده أقل من المرات السابقة هنا يحصل على مكافآة عندما تزيد سيحصل على عقاب بمعنى وضع كما نتحدث دائماً وضع عقوبات أو عواقب وليس عقوبات عواقب على كل فعل وسلوك يقوم به إذن هذه بعض الوسائل وبعض الطرق التي تحدثنا عنها في هذه الجلستين الجلستين الجلسة هذه وكذلك الجلسة السابقة والتي تزيد من وعي الطفل والمراهق من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتبات تزيد من وعيه وإدراكه لذاته والسلوكيات التي تصدر منه وأنه بالفعل قام بها أو يقوم بها وهل كانت صحيحة وهل كانت خاطئة كلها ستساعد بإذن الله في زيادة فهمه زيادة إدراكه للسلوكيات الناتجة عنه تحدثنا عنه أنه لا توجد دراسات محددة بالمعنى دراسة علمية مذبتة تبين أن هذا الفعل سيزيد من إدراكه ووعيه بذاته ولكن هذه الطرق من خلال التجربة من خلال الممارسة يتبين أو تبين أنها تساعد كثيراً في أن الطفل فهم واستوعب هذه واستوعب زاد إدراكه بمعنى زاد إدراكه لنفس السلوكيات التي تصدر منه عبر هذه الطرق التي تحدثنا عنها عبر وضع مؤقت له عبر وضع جدول ورسم بياني يقوم هو بكتابة السلوكيات الخاطئة هو الصحيحة التي صدرت منه فيشاهدها أمامه فيصبح لديه هذا الإحساس هذه هي ربما الطرق بأن الله ستكون فعالة في زيادة إدراكه ووعيه بذاته بشكل كبير إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم شكراً لكم على الإنصات والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم